الزمان الاثنين الثامن من شهر آذار المكان أكثر من خمسين دولة حول العالم الحدث انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي نصرة للمسجد الأقصى المبارك وللقضية الفلسطينية في مواجهة الحملة الصهيونية الشرسة لتهويد المدينة المقدسة وضم مستوطنات الضفة الغربية فلسطينيا باركت حركة حماس إعلان هيئات وتجمعات ومراكز علمائية عن أسبوع القدس العالمي في الأسبوع الأخير من شهد رجب من كل عام هجري مؤكدة أن ذلك يعد فرصة حقيقية للتعريف بالمخاطر التي تتعرض لها القدس لا سيما أن علماء الأمة اليوم كما كانوا دائما آثروا أن يقودوا مسيرة التغيير والتحرير وحراسة الوعي فاجتمعوا ليعلنوا أسبوع القدس العالمي أسبوعا للوحدة والترفع على الجراح لإنقاذ المدينة المقدسة وإحياء الأمل في نفوس الأمة بأن يوم التحرير قادم لا محالة أما إسلاميا فقد دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إحياء أسبوع القدس العالمي عبر مضاعفة الجهد وتكثيف الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا أن الدفاع عن القدس وتحريرها من المحتلين فريضة شرعية وضرورة قومية وفلسطينية وإنسانية دعوة شاركته فيها كثير من الهيئات والمؤسسات العلمائية إذ أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا وغيرهما المشاركة في فعاليات الأسبوع دعم للمرابطين والمرابطات في القدس الشريف والمسجد الأقصى وعموم فلسطين بمناسبة ذكرى تحرير الأقصى على يد القائد صلاح الدين الأيوبي وعلى الرغم من الغياب العرب الرسمي إلا أن انطلاق فعاليات الأسبوع بمبادرة علمائية يؤكد أن الأمل معقود بجهود علماء الأمة في قيادتها نحو استعادة حقوقها السليبة والانتصار لمبادئ الحق والعدل والحرية ترجمة نانسي قنقر